تفكير العلمي تفكير العلمي ده كلمة حادثة جات لنا بعد ما الانجليز كان عندهم حاجة سموها هم هناك الساينس الساينس ده اطلقوه على التجريب تجربة وقالوا ان التفكير العلمي من سعد روجرز روجرز بيكون يقول ان التفكير العلمي ده معنات الملاحظة تجربة فالملاحظة فالاستنتاج وانه لابد حتى يدخل الامر النطاق الساينس ان يكون قابلا للتجريب ده طب يفرض ما هواش قابل للتجريب مش يبقى علم يبقى اي حاجة تاني وهنا بدأوا انه ولذلك احنا لما جينا نترجم للأسف ما كانش عندنا الوعي الكافي في الترجبة بحيث ان نتخير او نحكي نتخير المقابل الدقيق لكلمة ساينس روحنا نترجمينها علم وفات من هذا القبيل علينا مفاهيم كثيرة في الفلسفة وفي الطبيعة وفي التعامل مع الحياة لدرجة ان احنا بقينا نتكلم لغتين مختلفتين اللي تعلم في الازهر عنده العلم ده هو القدر اليقيني من المعرفة مشو التجريب باس لانه كل مجال له قواعده وله منهجه ولذلك التاني بيقول له انت ده علم ده فبيقول له هذا ده علم فالله ده مش علم وهذه القضية اللي سهر في المجتمع حاليا هل الدين علم ولا مش علم مثلا وده تكلمنا فيها قبل كده الدين والتدين وانه لا ده التدين ده سلوك لكن الدين ده علم خناء بقى تحصل في هذا نشأت مع ترجمة القرن التاسع عشر عندما جاء جاءت اولادنا في البعثات العلمية وارادوا انهم يعملوا هذا الجسر ما بين ثقافتنا والثقافة الغربية فدخلت بعض المصطلحات وحصل ما يسمى باختلال واحتلال المفاهيم المفهوم المصطلح احتل واصبحت كلمة العلم التي هي الادراك الجازم المطابق للواقع الناشئ عن دليل ده في كتب يانا القديمة كده تربط عليه أنا كده اصبح هو قدر التجريب الملاحظ المستنتج منه طبعه ده ما يديش يقين واخد بالك ازاي طبعه ده يجعل مثلا مسألة زي مسألة الالوهية مسألة غير علمية لان الله ليس تحت التجريب وهكذا يعمل ازمة وقد فعل هذي بقى يبقى ده لما جاه كلمة التفكير العلمي جاد بمعنى التجريب وانتشرت بمعنى التجريب لو كان بهذا اللي هو الساينس انا عايز تمال اقول ساينس علشان ما ناخبطش معه المعنى اللي المسلمين في حضرتهم اقروه وتكلموا به يبقى ايه من انواع التفكير التلاتة المستقرة اما هو ما بين السطح الفيزياء سطح في كسير جدا من او هيتطور شوي يبقى عميق الكيميا هتبقى عميق اخذ بارك الطب لما يبقى في مجهر وفي تحليل وفي اشعة وفي مش هتبقى عميق وكله ده الساينس مش هيوصلني الى المستنير لكن ممكن احوله الى المستنير لما اشتغل عليه زي الطب محرابه الايمان اللي اتكلمنا عنه مرة قبل كده زي العلم يدعو الى الايمان الساينس ده بيدعو الى الايمان واخد بارك فيبقى او حجة او حجة العادية اللي الليبرالية وبغض النظر عن الفريدم لكن هي الحرية في العربي كانت بتقال يعني ضد العبودية يعني ضد الرق وضد رجل حر او امرأة حرة معناه انه لم يقع عليه الرق او انه تحرر فراحوا جايبين الكلمة دي وحطوها قدام الفريدم طيب الفريدم يعني الفريدم دي بالزبط هنا كده يعني هي حرية والحرية دي معناها ايه ولا الفريدم دي تترجم لايه حكاية الحكومة حكومة ده لفظ فقه عندنا مالوش دعوة بالادارة مالوش دعوة بان في حاجة للدولة وكذا الى اخرين ده غرامة بيدفعها ايه اللي تسبب في الضرر واحد جرح واحد والجرح ده ما احناش عارفين نقومه هم يبقى يندفع فيه ارش يندفع فيه حكومة تتصور بقى الحكومة دي راحت جاي مستنبطينها من الحكومة فخلوها قدام الجفر دي منت ايه ده فتعجم الشيخ المرصفي من كده وقالف كتابا ماتعا في هذا الشأن اسماه الكلم الثمان ثمان كلمات ألقوه عملوله ألق وقال ايه ده ده احنا ابتدينا كده تحصل فجوة ثمان كلمات اتغيرت الكلام الكلام ده كان آخر القرن التسعة عشر الكلمة الثمان فين بعد كده في سنة الثمانين ولا حاجة ولا كذا وسبعين طبعوه مرة تانية على سبيل تراث لكن احنا التفتنا إلى هذا وبدأنا نبحث طب دول كانوا ثمان كلمات في أواخر القرن التسعة عشر هل من كلمات أخرى فوجد خمسمائة كلمة خمسمائة كلمة لها نفس الموقف مع حكومة وجبرمنت ايوة يعني فيها لما احنا بنستعملها بوضعية لم تكن هي التي استعملت في الزمن الماضي القضية انه لازم نعرف مش ضرورة يعني ممحن ودقينا بقى انه جزء منها احتلال وجزء منها اختلال وجزء منها تلبيس وهكذا وبدأنا نبحث في ما وراء هذه المصطلحات بإزاء تلك المفاهيم ومتى حدثت هذه المسائل قعدنا حوالي ثلاثة أربع خمس سنين ندرس في هذا خلصنا نبتاع عشرين مصطلح من الخمس مي فإذا يبقى إذا نحن في هنا في علامة علامة استفهام نحتاج إلى الوقفة فيها الثقافة الفكر الحضارة العلم وهكذا يعني فيه كلمات كتيرة بدأت تدخل هو كانت من الكلمات الثماني المذهب اختلف ماذا بالشافعين ماذا بالشافعين ماذا مش عارف الطريقة قولك طريقتي خلوتية ولا طريقتي شازلية أصبح كلامنا لا ده نسحب وأصبحت الطريقة معناها الأسلوب يعني إلى آخر ما هناك من احتلال أو اختلال أو تلبيس للمفاهيم بإزاء بنتكلم ده كله ده ليه حتى لا تكن هناك قطيع معرفية بيننا وبين تراصنا نقرأ تراصنا ما نقفش عندما سألو نستفيد منه ومنهجه اللي نقدر نطبق عليها أو نزود فيها أو كذا يبقى ده العلم فكلمة التفكير العلمي كلمة حادثة ومنها ما هو سطحي ومنها ما هو عميق وتضم إلى كلمة التفكير البدهي مثلا يعني